أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ومثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن النتائج الطيبة التي يحققها فريق باريس فسي بشعر فيكتوريوس البحرين في الدور الفرنسي للدرجة الثانية تؤكد الروحة العالية التي يتمتع بها الفريق وحرصه على تحقيق رؤية مجلس الإدارة في الصعود إلى الدرجة الأولى وأعرب سموه عن سعادته بتحقيق الفريق الفوز الثالث على التوالي في الدوري بعد فوزه على لوهافر بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من الدوري وأوضح سموه أن مسيرة باريس فسي تسير بخطة ثابتة نحو تحقيق الأهداف الموضوعة في ظل الجهود البارزة التي يبدلها اللاعبون الذين يتسلحون بالعزيمة والإصرار في اللقاءات مبيدا سموه أنه حريص على مواصلة دعم الفريق في المرحلة المقبلة وأشار سموه إلى أن الفوز على لوهافر سيكون دافعا للفريق في مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية خلال الجولات المقبلة متمنيا سموه التوفيق والنجاح للفريق في مواجهته المقبلة أمام أوكسير